موسيقى الدب الذي لا تستطيع قتله لا تجرحه ربما على العالم أن ينتبه لتلك المقولة وهو يطالع المفهوم الجديد للسياسة الخارجية الروسية الذي أقره رئيس روسي فلاديمير بوتين القوى الخشنة كانت هي عنوان الدبلوماسية الروسية والتي نصت سياستها الجديدة على السعي لبناء نظام عالمي جديد وأن استخدام القوى ضد من يهدد روسيا سيكون عقيدة لدى أحفاد ستالين حلفاء موسكو سيكون السعداء كذلك بتلك السياسة التي تمنح القوى المسلحة استخدام القوى لصد ومنع الهجمات على نفسها وعلى حلفائها إكرام الضيف واجب ولكن ليس في النمسا موقف محرك تعرض له رئيس الأوكراني فلاديمير زيلينيسكي عندما انسحب نواب من حزب الحرية اليمني المتطرف من جلسة مجلس النواب في البرلمان النمسوي وذلك فور بدء خطاب ألقاه زيلينيسكي عبر الفيديو النواب المنسحبون رأوا وجود الضيف يمثل انتهاكا لحياد النمسا الذي يمنعها من التدخل في الحرب ليغادر دعموا الحياد مقاعدهم تاركين لفتات صغيرة تحمل شعار مساحة للسلام كوب واحد يكفي حملة يقودها الرئيس الفرنسي مانويل مكرو الذي دعا قطعات الاقتصاد لخفض استهلاك المياه بنسبة 10% لمواجهة ارتفاع أسعار الاستهلاك سيد الإليزي قال إن السبب في هذه الحملة هو جفاف الأرض بصورة غير معتادة في هذا الوقت من العام كما أن منسوب المياه منخفض في العديد من أنحاء البلاد ما يحتاجه الشرب محرم على الزراعة قرار أصدرته وزارة الفلاحة التونسية التي بدأت في نظام الحصص للتزود بالمياه الصالحة للشرب ومنع استعماله في الزراعة حتى نهاية شهر سبتمبر بسبب القفاف قائمة الممنوعات شملت استعمال المياه الصالحة للشرب في غسيل السيارات وري المناطق الخضراء بالإضافة لتنظيف الشوارع والأماكن العامة وهددت بمعاقبة المخالفين التحديات الاقتصادية العالمية لن تعرق له مسيرة بناء الجمهورية الجديدة وهذه الموازنة للمواطن هذا ما أكده وزير المالية محمد معيط الذي أعلن موافقة مجلس الوزراء على مشروع موازنة العام المالي المقبل 2023-2024 والتي شهدت زيادة مخصصات قطاع الصحة بمبلغ 3 مليارات و130 مليون جنيه كما ارتفعت مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 8.48% أما دعم السلع التموينية فقد ارتفع إلى 127 مليار جنيه إضافة إلى أكثر من 8 مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة رغم الحواجز سنصلي قرار بغير اتفاق اتخذه 250 ألف مصلي والذين أدوا شعائر صلاة الجمعة الثانية من رمضان في المسجد الأقصى الرقم الذي يعد الأعلى لعدد المصلين في رمضان منذ سنوات جاء رغم القيود التي فرضها الجيش الإسرائيلي الذي أقام الحواجز ونشر قواته على المعابر المؤدية للقدس المحتلة فخر العرب هل يصارع أثيران؟ تقارير إسبانية كشفت أن ريال مدريد يضع النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي كأحد أهدافه في الصيف المقبل للتعاقد معه وذلك في إطار بحث النادي عن تجديد دماء الفريق بعد موسم محلي متواضع التقارير ذكرت أن الميرنجي يودوا الاستعانة بجناح أيمن يساهم هجوميا بديلا للأوروغياني فيدي فلافيردي الذي يلعب في تلك الخانة رغم أن مركزه الأساسي لاعب خط وسط بينما لا يحظى البرازيلي رودريغو بدقائق لعب كثيرة ما يجعل خيار التوجه إلى صلاح الأكثر منطقية بالنسبة لنادي العاصمة الإسبانية اشتركوا في القناة